موسيقى انه اللعبة قادمة مجانا الشهر القادم لمشتركين الاكس بوكس لايف جولد وبعتقد كل اللي عم يشوفو هالمقطع ما سبق لهم اللعب الرائعة اوكسنفري قصة اللعبة ببساطة وبدون حرق هي عبارة عن مجموعة شباب وبنات رايحين مع بعض لجزيرة اسمها ادورتز حتى يقضوا مع بعض عطلة نهاية الاسبوع لما بيوصلوا للجزيرة رح تبدأ مغامرتك مع مجموعة اشياء غريبة بتصير لكم اثناء تواجدكم على الجزيرة التمثيل الصوتي باللعب جبار الممثلين الصوتيين اعطوا اللعب طعم رائع الحوارات بين الشخصيات رائعة جدا وتمت كتابتها بشكل ممتاز القصة بشكل عام هي افضل ما فيها اللعب بما انها لعب روائي فرواية القصة فيها تمت بشكل متقن طور القصة من 3 الى 4 ساعات تقريبا ممكن تكون اصيري لكن فيها ري بلاي فاليو واللي هي قيمة اعادة اللعب فحرفيا لو لعبت اللعب 3 مرات راح تطلع بالثلاث نهايات مختلفة تماما على حسب اختياراتك والاختلاف مو بس بنهاية القصة لا الاختلاف راح تشوفه من اول ما تبدأ تغير اختياراتك من بداية اللعب قصة اوكسن فري قد تكون من افضل قصص العاب 2016 الجرافيكس بتشعر وكأنه رسم يدوي رسم متقن بشكل رائع باغلب الالعاب المستقلي بتلاحظ ان المطور عم يحاول يصمم المراحل بشكل يخليك بما تركز على الرسومات لكن بلعبة اوكسن فري ستوديو نايت سكول عم يجبرك تتفرج على العالم حواليك وتلمس الابداع تبع المصممين فقد تم تصميم المراحل والمناطق وعالم اللعبة بشكل رائع جدا وابداع كبير من المصممين الجيم بلاي جدا بسيط بس امشي وتفاعل مع الاشياء وتكلم مع الاشخاص اللي حواليك وبرضو عندك الراديو اللي ره تستخدمه كتير حتى تمشي بالقصة بشكل عام الجيم بلاي بسيط تقريبا متل اي لعبة روائية اخرى لكنه مناسب تماما لللعبة ومناسب لطريقة رواية القصة نهاية الكلام اذا ما لعبت اوكسن فري فلابد انك تلعبه انا برأيه بتستحق سعره الكامل فما بالك وهي مجاني اللعبة متوفرة ايضا على البلاي ستيشن فور والبي سي بسعر 20 دولار لكن بتاريخ 16 سبتمبر القادم ان شاء الله رح تتوفر اللعبة مجانا لمشتركين الاكس بوكس لايف قولد على الاكس بوكس وون ورسالة اخيرة اتعلموا يا مطورين الالعاب من ستيديو نايت سكول اذا عجبك المقطع لايك واشترك بالقناة شكرا على المتابعة الى اللقاء